راغب عياد كان صاحب مدرسة مختلفة وجريئة في الرسم كانت لوحاته بتعبر عن الهوية المصرية وحياة البسطاء والفلاحية زي لوحات رأس الخيل والعمل في الحقل وسوق الدواب والخروج من مصر ومقف أصوام في حي الفجالة المنطقة اللي كل شبري فيها بيعكس روح وأصالة الشارع المصري اتولد راغب عياد سنة 1892 من صغره وشخصيته كانت مختلفة والسبب في ده كان دراسته في مدرسة الفرير في شبراء مع تربيته وحياته في حي الفجالة أبوه ما عاردش أبداً أنه يدخل المدرسة الملكية للفنون الجميلة أول ما فتحت لأنه كان شايف الفن والموهبة في رسمه في قراريش المدرسة وفعلاً كان ضمن الدفع الأول اللي ضمت عدولة الفن التشكيلي زي محمود مختار وأنتوان حجار ويوسف كابل تخرج راغب عياد واشتغل مدرس رسم في مدرسة الأقباط الثانوية الكبرى بس طموحه كان أكبر من كده بكتير فسافر إيطاليا في بعثة تعليمية وخد ثلاث دبلومات في فن التصوير الزيتي والزخرفة وفن الديكور المصرحي ولما رجع مصر اتفاجئ بتعيينه أستاذ في مدرسة الصناية الخبر كان صدمة بالنسباله خصوصاً من الإدارات الأجنبية للتعليم الفني وقتها كانت بتدي الأولوية في التعيينات للأجانب وتحط الفنانين المصريين اللي درسين بره في أماكن بعيدة عن تخصصاتهم عشان البلد ما تستفدش من خبراته عياد ما سكتش ومارديش يسيب حقه راح للبرلمان وقال لهم إزاي المصريين ما ياخدوش حقهم في بلدهم وكان سبب في صدور قرار بعدم تجديد تعاقدات الأجانب واستبدالهم بالمصريين اللي راجعين من البعثات التعليمية مش بس كده ده أسس كمان قسم الزخرفة في مدرسة الفنون التطبيقية وطور من خلاله مناهج التعليم الفني وراح بعدها اشتغل أستاذ في مدرسة الفنون العليا وكان صاحب فكرة تأسيس الأكاديمية المصرية برومة وأسس مجموعة أتليل قاهرة وبسبب حماسه الشديد في الحفاظ على الفن التشكيلي المصري وتدريسه اتعين موديل لمتحف الفن الحديث وممثل لمجموعة المتاحف المصرية بالمجلس الدولي للمتاحف بباريس راغب عيات فنان وطني بمعنى الكلمة صخر موهبته في خدمة بلده والتعبير عن ثقافتها والدفاع عن حق ولادها في التعبير عن مواهبهم وفنهم والنهاردة الدوم بيديك الفرصة أنك بموهبتك تشق طريقك في علام الفن لكن الأهم أن يكون عندك حلم وهدف يعدوا بيك من بوابة النجوم الدوم بوابة النجوم مصر كانت الإلهام اللي استمد منه الفنان راغب عيات فنه ومنه وصل للعالمية وكرمته الدولة بجائزة الدولة التقديرية في الدوم بندعم المواهب الشابة علشان تاخد فرصتها وتطور من نفسها وتبدأ أعمال فنية ممكن في يوم توصل للعالمية دلوقتي رحبوا معايا بالمتسابق محمد إبراهيم داود من المنوفية أهلاً يا محمد أهلاً يا دكتور أهلاً يا دكتور الفن دا عبارة عن عشر طبقات من الأبلاكاش طبقة اللي فوق بترسم ملامح على الطبقة اللي تحتها أنا جبت الصورة بعد كده عزلت عنها الضوء خالص بحيث أنه هيبقى بالشكل دا بعد كده اشتغلت فوتشوب أن أنا اشتغل كل طبقة الوحدة كل لير الوحدة بعد كده بدأت أن أنا قطع يعني دا مش 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 كتلة صلبة لا هو كل طبقة الوحدة بعد كده بصنفر بعد الصنفرة كل طبقة بقى بتتحط فوق الطبقة اللي فوقها يعني طيب السؤال بقى ليه اخترت كريمة عبدالعزيز بالذات بحب الفنان كريمة عبدالعزيز جدا وكان من لجنة تحكيم الموسم اللي فات فاتمنى أن البرنامج يوصلني دي جا مني مرسي جدا أنا بن حي الفنان كريمة عبدالعزيز شكرا مرسي محرم شكرا مرسي شكرا اللي قدمت بيه السنة دي هو فن جديد هو فن الأركت البرتريه زمان في الفن الأركت كان معتمد على برتريه طبقة واحدة طبقة محفور عليها الملامح اللي أنا مقدم بيه السنة دي هو برتريه أركت طبقات والفكرة جديدة وده هو أخيط براءة اختراع قدمت بالبرتريه ده لأنه طبعا حابب أن أنا أكون موجودة السنة دي ومبسوط جدا أن فئة الفنون التشكيليات فتحت في الموسم ده أهلا بك يا شاري إزايك؟ إزاي يا حضرتك في عصائص مجلات وصور وفي ما متعرف عليه عندنا اسمه كولاج طبعا هل ده ليه مدلول في اللوحة؟ يعني ليه معنى؟ وهل أنت ممكن تستغنى عنه؟ يعني ممكن تشيله؟ هو ليه مربوط بالعمل بتاعي ومربوط بالفكرة نفسها في العمل بتاعي أنت حطت الشخص جوه دايرة وشايفه فيه مربعات وأرقام وكده فأنت ممكن تقول لنا بشكل سريع الفكرة بتاعتك تعبارها عن إيه؟ هنا الشخص عنده تشاتت أفكار وأفكار غير مرتبة فهنا استخدمت عناصر وأضفت هنا لعبة السودوكو وإني من خلالها نقدر نرتب أمورنا وأفكارنا بالطريقة الصحية أنا عجبني درجات الألوان طبعا وخصوصاً البوع الخضرة اللي في النص بس عايزة أعرف ده شخصية حقيقية ولا ده شخصية خيالية؟ لا شخصية أنا درها سلف بورتي رسم نفسك في وسط السودوكو وفي وسط العرض الكولاج اللي أنت عامله الجميل ده شكراً جزيلاً شكراً جادي ألف شكراً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً كما اقضرت أن أقضرت مبينة الكولاج والأكريتك كفكرة وتصميم نفسك مساء لك مساءً الأفكار رزاكي اسمين الحمد للك أنت عاملة تكوين أم؟ وعملة كزاً لوحة مبعدة في لوحة واحدة أن أنا أشعر أن فيه لوح بين قوي أن التكنيك بتاعك والشغل قوية حس أن فيه كذا واحدة فيهم تانين التصميم كان محتاج شوية دراسة أو كان محتاج يتخدم أكتر ده بالنسبة لي صراحة بس جميل مرسي أنا كمان أدريزا أعجبني أول شغل بتاعها مرسي أعتبرها مقدمة 12 لوحة مع بعض في برواز واحد في العمل ده هو العمل واحد من كذا قطع اللوحة الجزء الفكرة أن التصميم مش قوي في كل اللوحة لأن فيه بطل وفيه عناصر مكملة بوحدات تشكيلية بس ثم كلهم فعلا بيكملوا بعض يعني وكمان حتة اختلاف المقاسات سواء الاتنين الكبار والاتنين المتوسطين والتمانية الصغيرين ده عامل برضو يعني إقاع إقاع لطيف وتشكيل في اللوحة الكبيرة أصلا يعني وأنتي متعودة دايما ترسمي أعمالك كلها متقطعة ومتجزقة في حالة تسلسل فكرة أن العمل متكون من كذا جزء بيخليني أنا تشكليا أجرب بساحات مختلفة وأحاول أربط دمعها وكمان أنا بحكم أن أنا مررت على التصميم من التصوير الجداري فبحب أعمل امتداد للتصميم فعشان كده كنت حابة أجرب الإقاع ده في التجربة دي شكرا شكرا بتوفيك شكرا شكرا زينة مساء الخير إزايك؟ إزاي حضرتك؟ حاسس كده أنه فيه تأثر كبير بالنحات والمثال العظيمة محمود مختار تحديدا في حاملة الجرة يعني دي حقيقة فعلا أنا كنت عايزة أعمل حاجة ليه علاقة بالمية فاتفرجت كتير على شغل بتاعه علشان أجمع بين إن هو كان بيعمل حاجات متأثرة بالمصري القديم بس بحاجات جديدة فحبيت إن أنا أعمل نفس الفكرة بس ببوز مختلف وتجريد مختلف طيب أنا عودة أسألك إيه الخامة اللي أنت مستخدماها؟ ده بوليستر بقى نحاته طينة بعد كده بقى صوبه طينة بتصبي أوكي طب وأخد منك أدي وقت؟ يعني النحط الطينة تقريباً خمس أيام بعد كده البوليستر مثلاً برضو خمس أيام طيب التكوين منه هو طالع من الأرض كده أو الحتة اللي تحت دي كتحس إن هي محتاجة شوية تركزي فيها وتخدميها أكتر يعني حس إن هي فيها أبستركت أكتر من فوق بزيادة فكان يبقى بس محتاج شوية إنك تبقي ما خليها بالك تقصدي دراسة يعني كتنحتاجها دراسة أكتر في الجزء الأسفل أو أه تركز فيه أكتر كان حليها حل تاني أنت يا زينا ما اهتمتش في دهر التمثال ليه؟ هو أنا يعني كنت مركزة في الفكرة نفسها اللي هي في وش التمثال فيعني حاولت بس إن هو يطلع متوازن أكتر شكراً زينا شكراً ألف شكراً أنا خسرت اللي عمل ده عشي لقيت إن هو بيعبر عن الحضرات بتاعتنا وهقدر إن أنا أوضح فيه تطور النحط من القديم للجديد ولسه الدوم مكمل في دعم فئة الفن التشكيلي سواء عن طريق التعليمات اللي بتدهى لهم لجنة التحكيم والمدربين أو الزيارات اللي بيعملها برنامج الدوم لأهم المتاحف والمعارض الفنية النهاردة رحلتنا في واحد من أهم المتاحف لواحد من أهم النحاتين في تاريخ مصر الفنان محمود مختار المتاحف هو الأول من نوعه في مصر واللي بيتم إنشاؤه لأعمال نحات مصري وفيه 175 عمل فني من إبداع الفنان محمود مختار نحاتهم بأحجام وخمات مختلفة المتاحف في مجموعة قيمة لها شهرة عالمية والجميل إن فنانك كبير استوحاها من مشاهد مصرية أصيلة زي تمثال للعودة من النهر وحارس الحقول وغيرها إن التمثيل اللي بتجسد الريف المصري برنامج الدوم طبعاً هو أول برنامج يعمل مصابقة للفنون التشكيلية فكانت تجربة جميلة جداً وابتصلت به استفدت جداً أصلاً مع صحابي كمان والتنوع في الفن واستفادنا من بعض يعني كان مشاركة جميلة جداً وفادتني كتير هو أحسن حاجة في الدوم إنه هو يعني يخلى الناس بقى تشوف اللي إحنا بنعمله بناخد وقت قد إيه الخامات ممكن تبقى إيه فإن إحنا نبان بقى أكتر فيقدروا إنه هم بعد كده يقدروا فن فهي كانت تجربة مميزة جداً وأنا ممتنة إننا نجربتها بالنسبة لي تجربة حلوة جداً أنا مبسوطة بيها كمان إن أنا تعرفت على الناس كتير قوي بكلهم مختلفين اللي سلوب بتاعهم مختلف فده فاني جداً ترجمة نانسي قنقر